لا يوجد تفسير لما جرى فعليا وكأن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي والشعب الإسرائيلي كاملا كان بانتظار هذا التصريح من أبو عبيدة ويشاهد شاشة الجزيرة فالبيان جاء مباشرة بعد بيان أبو عبيدة بدقائق قليلة من قبل الجيش الإسرائيلي وهذا لم نعتد عليه خلال هذه الحرب أبدا ولا غيرها من الحروب في العادة الجيش الإسرائيلي يحلل المشاهد يحلل الكلمات وما جرى على أرض الواقع ثم يصدر بيانا في الأمر إذا احتاج الأمر أو يتجاهله بشكل مطلق ولكن ما جرى كان معاكسا لذلك هناك من تساءل في إسرائيل كيف ردت جيش مباشرة وهو لم يشاهد المشاهد التي عرضتها كتائب القسام على شاشة الجزيرة وهناك من يقول أيضا من نصدق اليوم هل نصدق أبو عبيدة أم نصدق الجيش الإسرائيلي والناطق باسم الجيش الإسرائيلي الذي أثار إسرائيليون كثر في الآونة الأخيرة الكثير من علامات الاستفهام على خطاباته والمعلومات التي يزود بها الإسرائيليين خاصة في ظل الكثير من الإشاعات التي تمارسها حكومة بن يمين نتنياهو على الشعب الإسرائيلي منذ بدء هذه الحرب ولكن الإعلام الإسرائيلي والذي هو محكوم بكل تأكيد من قبل الرقابة العسكرية الإسرائيلية قبل قليل أجمع ونشر بيان الجيش الإسرائيلي الذي قال فيه أنه لم تكن هناك أي عملية خطف داخل قطاع غزة وبشكل لافط أيضا وسائل الإعلام الإسرائيلية كافة تقريبا وهي الوسائل الأكثر انتشارا نشرت بيان أبو عبيدة مكتوبا وشرحت ما جاء منه من تفاصيل في هذا البيان للمجتمع الإسرائيلي ثم نشرت تعقيب الجيش الإسرائيلي على الموضوع ولكن هذا لم يمنع أبدا حالة السجال الكبيرة والواسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في إسرائيل الإسرائيليون الآن في حالة شبه ضبابية واضح جدا مما رصدناه على مواقع التواصل الاجتماعي أنهم في حالة عدم يقين وأن بيان متحدث الجيش الإسرائيلي لم يقنع المجتمع الإسرائيلي لأسباب عدة وهناك أيضا من يشير في إسرائيل إلى أن هناك قصف إسرائيلي على شمال قطاع غزة ويتساءلون لماذا جاء هذا القصف بالتحديد بعد بيان الناطق باسم كتائب القسام كما قلنا هناك جدل واسع في إسرائيل في هذه الأثناء حول ما يجرى وهناك تداول واسع أيضا وهذا مستغرب أيضا للمقاطع المصورة التي بثتها كتائب الشهيد عز الدين القسام من عمليات لأسر الجنود الإسرائيليين والعملية في شمال قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر